لكن الشراكة ربما أستاذ أسامة لو سمحت لي الحكومة التي المنوي تشكيلها وربما ترى النور خلال أسبوع من الآن تتحدث عن 17 عضوا 17 وزيرا من قوى الحرية والتغيير و7 وزراء من الجبهة الثورية وبالتالي سيكون ذات الوزن للأحزاب السياسية والتجمع المهنيين وغيره من القوى المنضوية تحت إعلان قوى الحرية والتغيير هناك الآن تضغوة فاعلة داخل الحرية والتغيير عبرزة حزب الأمة الغومي رغم أن زعيم الراحل الصادق الماضي غادر الفانية لكن بكل الأحقار غادر الدنيا لكن بكل الأحوال هناك حزب الأمة وقوى فاعلة كذلك أحزاب البحث لدي حضور مغدر داخل الحرية والتغيير كذلك المؤتمر السوداني كل هذه الغوة مجتمعة تجاوز تجمع المهنيين لم تعد تنظر إلى تجمع المهنيين بشكل كبير لم تعد تمنح تجمع المهنيين الهيبة التي كانت تمنحها إليه في الفترات السابقة قبل يومين تحصر الرئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير على الانشغاغات التي ضربت تجمع المهنيين ثم أن تجمع المهنيين في نسخته الثانية لم يزبزات الجدارة التي كان عليها تجمع المهنيين في نسخته الأولى كان هناك عدد من الشباب النجوب في تجمع المهنيين في نسخته الأولى كان لديهم حضور سياسي وحضور إعلامي مغدر لكن تجمع المهنيين في نسخته الحالية لم يتجاوز مرحلة البيانات ومرحلة الدعوات للتزعيد ولكن أستاذ أسامة كما قلت حضرتك قبل قليل بأن تجمع المهنيين السودانيين الآن يصطاد بالمياه العكرة عبر حادثة مقتل الناشط بهاء الدين نوري لماذا تسمح الحكومة وقوات الدعم السريع لتجمع المهنيين بالاستياد بألماء العكر عبر السرعة في إجراءات والتحقيقات وتقديم المذنبين للعدالة منذ توقيع الوصيغة الدستورية في أغسطس من العام 2019 واضح أن المكون العسكري اتخذ غرارا بعدم التزعيد تجاه أي قوة من داخل الحرية والتغيير الآن إذا نظرنا إلى قضية تحديدا إلى قضية مقتل بهاء الدين الأحداث تجاوزت تجمع المهنيين النايب العام شخصيا أعلن أنه يتبنى هذا الملب بشكل صخصي أغوات الدعم السريع على لسان غايدة محمد حمدان حميتي أعلن عن تشكيل لجنة التحقيق الداخلية أعلن كذلك عن رفع الحصان عن أي متهم يضبط ضلوعه في هذه القضية الدعم السريع أقرض بهذه الأمر الآن التحقيقات الجارية بالتالي التزعيد من جانب تجمع المهنيين لا معنى له في هذه الأمر بتحديدا لكن إن كان تجمع المهنيين يريد أن يكون حاضر في المشاهد السياسي عليه أن ينظر إلى الأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي الآن أصبحت ضائغة على المواطن السوداني الآن المواطن السوداني يعاني من الأوضاع الاقتصادية لم يحرك تجمع المهنيين ساكني في هذا الأمر الآن اليميع ينظر إلى الحكومة المغبلة أن تنغز الأوضاع الاقتصادية الآن الجفة السورية تقدم نفسها بأنها هي المنقذ للمرحلة المغبلة بالتالي المشهد السياسي تجاوزها تجمع المهنيين نعم